اشتركوا في القناة بسبب القانون الداخلي بأنه تمنى سويت علي بإجماع الموافقة على هذا القانون الداخلي ونصيد الرئيس المجليس أستاذ ناقيب قنصاري قال بأنه لكذا يمناؤنا كانت تقدم مراحبة لكن صراحة بأنه لكذا يمناؤنا من أن نفكر في تأديلات لاحقة إذا اقتضلت أمور من ضمنها من ضمن المراحبة التي تكنت بها هي بالنسبة لنجنة المرأة والشباب فضلت أن تكون لنجنة الطرف والطفل وأن يكون للشباب مع التكوين والإنعاش والتشغيل والإنعاش وإنعاش تشمين إذن ستكون احسن تماشياً مع التوستور لكينا الهيئة خاصة بالمرأة وكان أيضاً خاصة بالشباب وأيضاً تماشياً مع الهيئات الاستشارية التي كان هناك خاصة بالتكافئة الفرص والمناصفة ومقاربات النار وكان هي خاصة بالشباب إذن تماشياً مع هذا حبادة لو تم تغيير الإسم من وكان مدام أن نرى القانون 11-11 قانون تنظيمي للجهات وكان ينص على حد الأدنى هو هذا كما جاء على لسان سيد رئيس الجهة حد الأدنى هو هذا بالنسبة لسبع ليجان فإذاً غير دعو في السمية انتقل الجباب إلى اللجنة هي فيها التكوين وإن عاجل شكراً هذه الآليات نظام الداخلي يختار إحداث ثلاث آليات هذه الآليات هي الجلسات المنظوعة تهم منطبع قطعي جهة جنسة عمومية وموضعاتية تهم قطع معينة ثانياً جلسات الترابية تهم منطبع ترابي جهة ليس موضوع قطعي وإن انشغال مجال الترابي معينة مجال الجبل مثلاً الآليات الثالثة هي المنصة الرغمية لتكسير التشاور الجلوبي بالجهة تهم مختلف قضايا الجهة وأيضاً لنصل إلى الداخلي لا يمكن إحداث آليات أخرى السؤال المضح هو كيف يمكن تشغيل هذه الآليات وكيف يمكن أن تشتغل وكيف يمكن أسوأ تركيب واقع هذه الآليات جلسات أخرى نظام الداخلي تعطيتها صور فالبار بحيث يمكن جلسات خلال إحداث برنامج براجة تنمية وتدبعها بقرار يضع رئيس مجلس جهة بعد استشارة عدامة ويقتضمن منهج نيات ومسترات وكيف يمكن أن تشتغل إحداث جمعيات التي ستشارك فيها لا يمكن أن تقول هذا الجلسة من دعاتي حول التنظير الاقتصادية وليس يمكن أن تصوير كل عيشات تصوير وعندما سيد رئيس كيدين بعد استشارة عدامة المكتب يمكن أن تكون فيها وكيف سيكون مختارة وكيف سيكون منتقائة يترقص رئيس المجلس يترقص رئيس المجلس الجلسات يحضر ممتل جمعيات المدني في مجالات المدني في مجالات العلقة المدني ويرعى في اختيار ممتدها الجربة أو الخبرة في المجال ويحدد بالتوسيع لجمعيات حسب حصيس يوافق عدد أعضاء وعضوات كل هذه الأميال الاستشارة بمعنى آخر القصد هنا أن الجلسة المنضوعاتية مثلا تقوم موضوع تنمية الاقتصادية سيكون عدد المشاركين فيها ونفسه الأدد أعضاء الهيئة الاستشارة 36 مثلا جلسة حول التنمية الاقتصادية سيكون مشاركين فيها 36 من الفائلين والجمعويين والتوزيع الهيئة الترابية كما مزع ما في الهيئة الاستشارة توضع بنصب إضافة لهذه الجلسات المنضوعات الترابية في المجلسة يمكن أن يوضع منصة رقمية التي تأثير تشاور العنو بالجهة رأينا إشارة المواطنين والمواطنات للمساهمة في تقديم اقتراحتهم فيما يتعلق بأحداث برامج التنمية وتدكوحها ونظام الداخلي هنا نص لمجموعة المقتضايات كيف تعمل ماذا الموضوع يكون فيها الرابطة التي تروني كيف يدخل المواطن لها تسريب اقتضايات انتقاء جمعيات ومشاركة تحديث جلسة الموضوعاتية والترابية عبر المنهجين المتبع في تشكيل الهيئات الاستشافة ومعارشة هذا المبال لا نصف النظام بالتأكيد في مقتضايات جديدة تكتفين فقط المقتضايات الواردة في القانون التنظيمي والمرسوم الخاص بالعرائد بحيث انه كما تعلمون يمكن المواطنين المواطنين تفعل هذا المعين يمكن ايضا الجمعيات تقدم عرائد في قضية من القضايا التي تدخل في ايضا اقتصاص الجهار ويتم تبقيهم سيد الرئيس والسادة على اقتصاص الجهار في حالة استفائها للشروط القانونية مطلوبة تتم عرضها على انظار المجلس اخر ابواب ثلاث هي المرحة العشرة التي تنصر المقتضيات الخاصة في حالة الإعلان عن حالة طورة صحي رؤية حالة عظمتها وذلك كما جاء في الكلمة التقديمية للسيد الرئيس لحيث يجوز على هذه الحالة يجوز على دورة المجلس عن قعد بقرار يتخذوا البرتد وذلك بعد اخضار وادي جهار وموافقته حيث يتولد من سيخ مع عمال أمالات وعقاليم جهار من أجل توفير وسائل التقنية اللازمة التي تنظيم هذا الاجتماع للدورة عنها وكذلك تنصر المدنة الداخلية على إمكانية الاجتماعات المكتب والنظام وعزاء والذي جمع البنك عنها باب الثاني عشر دعوا رقمنا باب الثاني عشر باب الثاني عشر باب الثاني عشر باب الثاني عشر أو المشاركة فيها تمثي البنك لمعلومات المجلس تدور عن إشارة الأعضائه تتضمن على وجه الخصوص الوتائق المرجعية للجهة ضرانيج المهيكلات ومشاريع ومشاريع والإيجاز والتطور البرمجة إلى آخر كذلك يحدث المجلس عنوين إلكترونية لكل من أعضائه من أجل تسعيل عمليات التواصل آخر أو باب تدور بحكم خيثانية التي تتعلق تنظيم استعمال القاعات التبعية للجهة وإمكانية التقليل النظام الداخلي شكراً سيد رقص الآن تصويت على مشروع النظام الداخلي لمجلسي التفاصل من كل نجمع سيدة رقص نجمع 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 شكراً شكراً لكم جميعاً أخواتي إخواني محباب مجلس جهة وستسمحكم في كلمة سيد 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 أحمد سيد سيد من أم السيد القيمة وأشكركم في النهاية على المصادقة لكم وبهذه الاستغاء وبالإجماع التي ستبقى إن شاء الله أنا في ديني راسخة لأن هذا علوان واستعداد العمل جماعي من طرفكم جميعا أشكركم على هذه المصادقة وبعد هذه المراحبة وبعد المصادقة على المقام الداخلي الذي يحدث كيفية تنظيم وتسير سدور المجلس وكأن القواعد التي تنفق العلاقة بين أجهزته وفي إطار استكمال باقي الهياة المؤسساتية للمجلس سنعمل على قيام المهام المنوضة لأعلى السلوش والثماء هو مكدد لها من أهام وصلاحيات أخبركم سيدات السادة أعبار الجليسي أننا سنحن نفس الدعية تانية بتشاوض المعزم المعزم ستخصص الاستكمال الهياني خاصة منها تعمل القرور وتشكيل النجال الدعية وفي هذا السطر أريد أن أذكركم وأذكر نفسي بالمصدرات التي تنظم هذه العملية وهي كما يلي أولا بالنسبة للسعليف الفرق تعتبر الفرق التي وصى عليها المشريع المال 29 من القانوة الصديني للجهات آلية أساسية للتنسيق العمل بين الأعضاء المشكلين للفريق الوحي والتنسيق بين البئاس والفرق ويعد رحيس الفريق المخاطر الأساسي للرئاسة في كل ما يتعلق بالفريق والقضايا الخاصة بشغل المجلس ويتم تشكيلها خلال بداية اتداد المجلس وقد عمل النظام الداخلي وقد تمت نفسه عن الثقر الثالثة من الأدى السبع عشر لتنسيق الذكر على تديد كيفية تعليف الفرق السيارة وأصائها وذلك بالعمل على اتباع الإجراء الثانية يوجه كل فريق من الفرق السياسية المشكلة لمجلس الجهة طلبا للرئيس موقعا من طرف أكثر من قصف عضائه لأجل استغلال إحدى قاعة الجهة لاختيار رئيس واسم الفريق واسم الفريق يقوم الرئيس بإعداد برمجة زمنية لإستغلال قاعة الجهة من طرف الفرق السياسية اعتبارا لتاريخ التوصر الرئيس لطلب الفريق أي بالتتابع يقدم رئيس الفريق برئيس المجلس قبل جلسة انتخاب رؤساء اللجن والنوابهم أو خلالها هذا مقتلاجا للقمام الداخلي الجديد المقتل اللي سنة تعليم الآن والتي يتم فيها الإعلان عن أعضاء الفرق وتسميتها ومقصائها لائحة بإسماء الأعضاء المكونين للفريق تحميل توقيعاتهم وكذا تسمية الفريق ومناء على ذلك أقلب منكم جميعا أن عمل على تعديد الفرق وفقا لهذه المقتضيات بتنسيقه مع الرئاسة نظر الإشارة ثانيا بالنسبة للتشتير اللي جان دائمة حدد من داخل المجلس الجهة عدد اللي جان دائمة في سبع اللي جانين وهي الحد الأقصى وهي لجنة النزانية والشؤون المالية والبرمجة 13 لجنة تنمية اقتصادية والاجتماعية والتقاقية والبيئية 11 لجنة إعداد التمار لجنة العلاقة التخارجية والتعامل لجنة الفلاحة والتنمية الطروية لجنة مراء الشباب والرياضة لجنة 12 وإن عاش تشغيل 9 أعضاء لكل لجنة من هذه اللي جان ليصبح العدد اللي جاني 9 أي يغطي جميع أعضاء المكونان من الجلس ويتعلم على كل عضو من أعضاء المجلس الانتساب إلى إهداءها وفق قاعدة تمثيل النسلي لكل فريق من الفرق المشكلة للمجلس وفي قدود عدد أعضائها على أن يتولى هذه العملية وأساء الفرق بعد انتخابهم وفق الإجراءات والمساطة المنصوص على المنظام الداخل إداء طلبات الأعضاء المتعلقة بالترشوح لحضوية اللي جان دائمة لدى رئيس المجلس والتي يعلن عنها في جلسة انتخاب الأساء اللي جان دائمة والوالي وبهذا المصوص سيرتور للمكسل إعداد مقترع لتوزيع السيدات توزيع عدد توزيع عدد سيدات السادة عدد المجلس على المجلس الدائمة حسب التمتيع في سبيل الفرق وستتمكنوا موافتكم به عبره إن شاء الله هذا المريض الإلكتروني الذي تحدثنا وفي الختام أشكركم جميعا على إنجاح أشغال هذه الدورة الاستثنائية الأولى التي يعطيها مجلسنا كما أشكروا السيد والي من خلال استيفكات العام السادة الكتاب معامل ونسأل الله أن يوفقنا ويسدد حقنا فيما يفعل تنمية الجهوية لهذه الربوع العزيزة أي هذه الجهة العزيزة عن جهة أسف الكناس تحت القيامة الثانية لجلالة ملك محمد السادسة صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر